في ظل أزمة كورونا فإن أول ما يتم الحديث عنه إجراءة السلامة والقضاء على مسببات انتشار الوباء وعلى رأسها التلوث لتصبح البلدان الأكثر تلوثا في واجهة البلدان المعرضة لتفاقم هذه الأزمة وتزامنا مع ذلك يصلت تقرير للمعهد الملكي البريطاني تشاتام هاوس الضوء على الواقع البيئي في العراق كاشفا عن نسب صادمة من التلوث المائي ويشير التقرير إلى أن 70% من المخلفات الصناعية تسكب في الأنهار وتؤدي إلى حرمان نحو ثلثي العراقيين من المياه النظيفة كما يوضح التقرير أن سنوات عديدة من سوء الإدارة الحكومية والفساد والافتقار إلى إجراءات نظامية للتخلص من النفايات قد تسبب بترك ثلاثة مواطنين من كل خمسة دون مياه صالحة للشرب فضلاً صلاحيتها للاستخدام المنزلي أو الزراعي ويستشد تقرير المعهد البريطاني بالتلوث في محافظة البصرة حيث سجل نحو 120 ألف حالة مرضية بسبب تلوث المياه ليصل إلى خلاصة مفادها بأن الأولوية القصوى في العراق تكمن في تحديث البنى التحتية الموجودة لمعالجة المياه وهو أمر تعرقله البريقراطية والفساد المستشري فضلاً عن أزمات أخرى تمنع المبادرات الجديدة من أن يتم تنفيذها تلوث الأنهار مع خطورته لا يعد الجانب السلبي الوحيد في العراق هناك التلوث الذي تسببه القمامة التي يتم طمرها أو حرقها بطرق بدائية وبأمكنة قريبة من المدن الأمر الذي انعكس سلباً على المساحات الزراعية وأدى إلى انتشار الأمراض التنفسية بشكر كبير الأزمات المتراكمة في العراق لم تعد تكفيها الحلول المؤقتة بل تحتاج إلى جهود متظافرة وعلى مدار عدة سنين لمعالجتها ولن يكون ذلك إلا في حال وجود حكومة وطنية شريفة بادئ الأمر